يعني فيه فرق ما بينه ان الواحد يكون بيحب السينما وبيحب يخرج أفلام مع صحابه ويمان تجهب بلكونة بيته وانه الواحد ياخد قرار انه هو يديه هتبقى مهنته وحياته فانعايز اعرف ازاي يعني اولاً اعلنت الخبر لأهلك وكان رب بتعلهم ايه لا انا كنت طبعاً بنايمهم يعني وبابا كان الله يرحب واني كانوا يقولوا على طول الهابة اللي انت تعمل في البلكون اللي انا مش راح مدهو كده وانا كمان عيلتي مفهاش اي حد من قريب او من بعيد في السينما بأي شكل خالص بس فانا كنت وهم بدأ بيحسوا بشوية شوية ان انا بتهوز بالقصة دي فحتى كانوا بيحمسني والدي الله يرحمه يقولي طب انت لو خلصت الجارة هاوديك تدري السينما بورها ومشان فيك تمها كان بياخدني قد عليها كمان بس انا كنت حطت نفسي ديدلاين يعني او معاد قلت انا لازم اثبت نفسي في شغالها دي قبل ما اتخرج من الجامعة ويبدأ يبع عليها الضغط بتاع انك لازم تشتغل فا وفعلا ما عافش ده ازاي تحقق يعني طبعا بصدفة وبحظ وبمجهود ان انا اول عقد ماضيته لفيلم طويل كان قبل اخر امتحان ليا في الجارة فانت لسه ما كنتش هتخرج حتى لا حتى المنتج كانش يعرف يعني ازاي عرفت تكنع بقى المنتج والممثلين ان هما يشتغلوا معاك في الفيلم زي النهر لا هو المنتج يعني هو عد عليه كذا منتج على فكرة بس هو اول منتج شاف افلام القسارة وقارة السينارية وفحبه فقال لي انا شايفك هتخرج الفيلم ده والممثلين وقتها كان حالة صعبة ان احنا نلاقي ممثل ممثلة للفيلم وكذا حد ارتبط في الفيلم واعتذر وبعدين لما بس معارة الفيلم حبيته جدا ولمس مع حاجة شخصية فيها وكلهم مش فاهمين ان دي هتبقى كقصة يعني كنا كلنا مش فاهمين ان دي هتبقى كصة قصة النقابة دي فالنقابة رفضت بس رفضت هي عايتها كترافضت هي عادت المواطل كتير لحد ما هم حوالي سنتين تلاتة لحد ما النقيب وقتها الله يرحمه يعني يا استاذ منضوح الليسي كان ضد الفكرة تماما ورفض وقال لي لأ وعدنا نعمل حاجة كتير جدا وقارنونيا وإعلاميا وكذا لحد ما كان في ضغط كبير مني ومن مخرجين تانيين كتير ان احنا مش 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 خالجين مع احد سنين ما وعملوا قرار وقتها يعني كان من حصن حظي انه قرار دا انه هيدفعوا يعني فلوس كتير جدا عشان يخرجوا والفلوس دي كانت طبعا يعني وقتها اربع اضعاف اجري طبت هي بيها العربية واسترفت من اهلي ومضيت افلام تانية قدام علشان اسدد الفلوس دي وكذا فكت قصي عليها جدا وفي ناس قرارت انها مش تخرج مش نصح فلوس دي وتخرج هاي يعني كان وقتها اجري في الفيلم تلاتين الف اجنين اللي هما كانوا طبين منا مية وخمسين الف اجنين يعني خمس اضعاف اجري عشان مش نقابي واخدت الكرنية بعد ثلاث فيلم موسيقى موسيقى